اشتركوا في القناة برغم ان عد على الموضوع وقت طويل جداً وبيجي لها اتصال من مديرها هو بيطلب منها تيجي بسرعة علشان تحل محل المدير التنفيذي لان جاي لهم شخص مهم من الشركة الرئيسية وهي لازم تكون موجودة وبتبقى نية مش عايزة تقطع اجازتها وتنزل بس هو بيقول لها انه هيضعف لها المرتب فبتقوم جاري علشان تلحق توصل في المعاد المطلوب اصلا الفلوس دي اخر حاجة بتفكر فيها الستات معروسة المهم يا سيدي ان نية بتوصل للشركة وبتلاقي كل الموظفين مترصصين جنب بعض مستنين الفرج فبتروحت وقف جنبهم وبعد دقيق بيوصل مدير الشركة الرئيسية لشركتهم واللي بيطلع ليه وحبيبها القديم وبتفضل نية واقفة متنحة ومصدومة بعد ما شفته كأنها عايزة تقول له يعني انا يا ابن يسيبك في الحلم الاقيك في الحقيقة ده الملل ده وبتفضل تستخبى منه علشان ما يتعرفش عليها وبتستنيه يطلع هو الاول وبعد كده بتطلع وراه وبتحاول بكل الطرق انها متقابلهوش لانها مش عايزة تواجهه بس مديرها بيقول لها انه هيعمل لها مكافأة كبيرة لو دخلت اتكلمت معي وانقذت الوضع فبتقلع البطاقة اللي عليها اسمها وبتدخل تقابله بالنظارة قال يعني كده ما مش هيتعرف عليها والجريب انه فعلا مش بيتعرف عليها وبيفضل يتكلم معها الفترة وهو مش واخد باله لمن الصوت ولا من الهيئة ولا حتى من المكر اللي حضرته له اللي فكرته بصديق قديم دي لكنه بيحس بحاجة غريبة لما بيلاقيها مش عارفة معلومات كتير عن المشروع اللي مقدمه فبيقوم يقف قدامها وهو بيتكلم وبيفضل يقرب منها والشك بيزيد جواه لحد ما بتكون نياها تقع فبيلحقها واول ما بتشيل النظارة من عليها وبيعرف ان هي فعلا فبيشيل ايده من ظهرها علشان تقع فبتمسك فيه وبيقع هم الاتنين مع بعض وبيفضل يبص البعض شوية لحد ما بيستوعبه اللي بيحصل فبيقوم لياوه علشان يتقمص دور المدير وبيسألها هي ازاي مش عارفة المشروع اللي بتتكلم عنه وبتحس ان هي بالإحراج والإهانة وبتكون عايزة تخرج من المكتب فبيسألها لو كانتها تستسلم بالسهولة دي وبيقدر يخليها ترجع لعنده وبيقعدها جنبه علشان يشرح لها المشروع بيتكلم عن ايه وهو بيفتكر ذكرياته القديمة معيها لحد ما بيدخل عليهم مساعده علشان يسألها الأسئلة المطلوبة منها وبعد ما بيخلصوا المقابلة بينزل ياوه هو ومساعده تشاو علشان يمشوا وبيبقى لياو قصد يسيب معانية الجهاز اللي بيتسجل علشان يخليها تنزل تدهوله في العربية ولما بتنزله بيخليها تركب جنبه وبيسألها لو كانت مرتبطة فبترد عليه باستقرابه بتقوله لا فبيسألها لو كانت متجوزة وبترد عليه برضو بتقوله لا أصل هي هي يعني مش فاهمة ليه للأكشن المهم يعني يا سيدي إنه بعد ما بيتطمن إنها وحيدة بيسألها يا سبيت وليه زمان وبيبقى عايز يعرف رد على السؤال اللي فضل محياره طول السنين اللي فاتت مش أكتر بس الفيمنست بتاعتنا مش بتسكت طبعا وبتطلعه قناني ومش بيفكر غير في نفسه وبتسيبه وتمشي وبيخلص اليوم وبترجعناها للبيت وهي سرحانة وبتفكر في اللحصات وبيكون في شخص هيخبطها وهو ماشي فبييجي اليوم من وراها يلحقها على آخر لحظة وبدل ما تقوله قد ترخيرك أو شكرا بتوقف تقوله إنهم مش من نفس الطبقة ولازم يحافظوا على المسافة الكافية بينهم فما حدش فيهم يدخل في حياة التاني فبيسألها ولما إحنا مش من نفس الطبقة ما قلتيش ده من الأول ليه ها؟ ما قلتيش ليه؟ فبتقوله إنها كانت سازجة ومش فاهمة زمان بس دلوقتي فهمت لإجابة ومنطقية بصراحة وتاني يوم بتبقى قعدة في المكتب وبتلاقيه جاي ياخد أوراق مهمة من المدير هو ولما بيلاقيه مش موجود بيطلب منها تيجي توصله علشان المساعد بتاعه تعب وبتسأله إنت ليه ما تسوقش العربية يعني فبيقولها إن هو كمان تعبين وبيجبرها تيجي معاه وفي الطريق بيسألها عن حيل والدتها فبتقوله وهي حزينة إنها في السنين اللي فاتت تعب التعب غريب ولما كشفوا عليها اكتشفوا إن عندها كانسر وهي دلوقتي بتتعالج وبيتأثر ليه جداً وبيطوينها إنه دلوقتي بقى موجود خلاص ومش محتاجة تشيل هم تاني ولما بتوصله للمكان اللي هو عاوزه بيفجئها إنه مسافر سفرية مهمة جداً وهيضطر يسيب عربيته معيها وبيطلب منها تخلي العربية تحت بيتها وتحافظ عليها لحد ما يرجع مقابل مكافأة مالية وبتوافق وبعدها بترجع للبيت وبتشوف صديقتها في السكن جوجو وهي بتعرض منتجاتها في البس المباشر ولما بتخلص بتروح تعود معيها وبتحكيلها اللي حصل من غير ما تقول لها إن المدير هو اليوم حفاظاً على الأرواح يعني فبتقول لها جوجو إن المدير أكيد معجب بيها لإن العربية دي زي البيت التاني للراجل ومستحيل يتخلى عنها بالسهولة دي يعني وبتنكر نياس تنتاج صحبتها باستغراب قال يعني مش عارفة إنه بيحبها من أيام سنوي وبتقول لها إن دي حاجة عادية جداً بس جوجو بتفضل مصممة على رأيها وبتقول لها إنه هيجيب لها معاهدية وهو رجع علشان يشكرها بيها وهتشوف وفي اليوم اللي بعده بتبقى نياس قاعدة جنب جوجو وهي فتحة البس وبتعرض المنتجات اللي معيها فبتدخلها جوجو البس بشكل مفاجئ علشان تعرف متابعينها عليها وبتلاقي إن فيه شخص تفاعل جداً مع ظهورها وبيطلب من جوجو تتديره رقم حسابها مقابل إنه يروج لها عن المنتجات وبتبقى نياس رفضة تماماً بس جوجو بتفضل تتحيل عليها وتتمسكن لها لحد ما بتقناعها وتوافق بشرط إنها مش هتكرر اللي بيحصل ده تاني وفعلاً بيبدأ الشخص داي بعت لها رسائل كلها إعجاب بيها وبشكلها وبيبدأ يسألها عن نفسها علشان يتعرف عليها أكتر وبنكتشف إنه هو نفسه ليه ولكنه مش عايز يعرفها بنفسه علشان يتكلم معها أكتر بشكل غير مباشر ولما بيسألها لو كان عندها حبيب فبتقوله إنه هي ما عندهاش حبيب بس عندها زوج وأم الطفلين ومستنيها التالت وسبحان الله في نفس الدقيقة بتيجي واحدة تطلب من ليه ورقمه وتسأله هو مرتبط ولا لأ فبيقول لها إنه مش مرتبط لكن عنده زوجة وقبل طفلين وأكيد كلنا عارفين إنه حالياً مستني التالت وفي اليوم اللي بعده بتروح نية تستنيه في المطار وبتلاقيه فعلاً جايب لها معاه دية زي ما جوجو توقعت فبتشكره وهي مبسوطة وبيتحركوا على الشركة علشان يخلصوا الشغل اللي عليهم وبيبدأ ليه وكل شوية يروح شركتهم بسبب ومن غير سبب علشان بس يشوفها ويتطمن عليها وفي يوم بيكون هناك وبيلاحظ إنها متضايقة علشان مطلوب منها تعمل لموزج للشركة وكل ما تعمل وحد المدير يرفضه فبيقول لها على خطوات معينة تعملها علشان تظبط الخطة وفعلاً بتنفس كل اللي قال لها عليه وبتقدر تقدم خطة ممتازة وبتعجب المدير وفي الليل بتتكلم مع الشاب اللي أخد حسابها وبتحس من كلمه إنه مراهق لكنها بتتصدم لما بتعرف إنه عنده 29 سنة وإنه شغال في المجال اللي هي شغالة فيه ومشاء الله كل ده ما بيلفتش انتباهها لأي حاجة خالص وبتكمل كلام عادي الكيو أر عندها في الضياع ما علينا بيطلع النهار وبتبقى نية بتخلص شوية أوراق مهمة في الشغل وبتيجي زميلتها تقول لها إنه لوجو الشركة اللي حطينه في النموذج مش راضي يتطبع على الورق مظبوط وبيفضلوا يحاولوا يزبطوا بس من غير فايدة ومش بتبقى عارفة هتعمل إيه لإنه معاد تقديم الورق بعد نص ساعة والحسنة حظها إنه لياو بيكلمها من الحساب المزيف في نفس الوقت وبيعرف المشكلة وبيبعت لها اللوجو الأصلي علشان تطبعه بسهولة وبتقدر تنقذ الموقف فبتشكره على مساعدته لها وبتطلب منه ويتقابله ويقعده سوا وبتاني يوم بتلاحظ إنه لياو مجاش الشركة زي عادته وإنه صديقها الخافي كمان مش فاتح وبتحس في حاجة جريبة لكن زميلتها في الشجل بتروح تبلجها إن لياو عمل حدثة وتنقل للمستشفى فبتقوم بسرعة علشان تروح تطمن عليه لكن بتقابل بنت اسمها يون واللي بترفض تدخلها تشوفه وبتقول لها إنها خاطبته فبترجع نياو هي حزينة ومش مصدقة إن لياو حب حد تاني غيرها ومن كتر الزعل بتدخ وهي ماشية وبتتخيل لياو قدامها فبتعتزله على اللي عملته زمين وبتطلب منه يرجعه لبعض وبتفقد الوعي وبنشوف فلاش باكل الماضي وقت ما كانت نياو ولياو لسه أصدقاء وكانت بتحب دايماً تجيب له أكل وتشاركه كل تفاصيلها وفي يوم وهي مع صديقتها لعب ولعبة وهي خسرت واتحكم عليها تعترف بحبها للياو فاتصرت بيه واعترفت له بحبها وما كانش الياو مصدق إن هي بتحبه فعلاً وبيقرروا يرتبطوا ببعض بس بعد فترة ابتدت تظهر المشاكل بينهم وبتدت نيا تتضايق من تأخير لياو عليها المستمر وتتخانق معاه وفي يوم سمعته هي نازلة كان بيتكلم مع والده وبتعرف إنه قرر يسافر ويكمل دراسته برا وبتزعل جداً لإنه ما خدش رأيها أو بلغها حتى وبتقرر تنفصل عنه لإنه ما بقوش متفاهمين مع بعض بنرجع بقى للواقع وبتفوق نيا بتلاقي نفسها في البيت بعد ما جوجو رجعتها فبتحكي لها اللي حصل وهي حزينة وبتستعد علشان تروح شغلها علشان ما تخسرش وظيفتها كمان وبتحاول تكمل يومها عادي بعد اللي حصل وبيكون باين عليها الزعل جداً خصوصاً لما بتعرف إن شركتها هتتبيع وهتخسر وظيفتها وفي آخر اليوم بتلاقي يون جاية الشركة فجأة علشان تتكلم مع المدير عن بيع الشركة وبتقول لها إن الورد اللي جابته عجب ليو جداً وطلب منها تشكرها بنفسها عليه وبتطلب منها مفتاح العربية بتاعته والحلقة اللي هي لابسية أنا بجد مش فاهمة ليه طلبت منها الحلقة ومش دي المشكلة الغريب إن هي قلعت الحلقة ودوتهولها عادي وأخدت حلقها ما علينا بتروح نية تكمل شغلها وبتلاقي الموظفة هان رايحة تبلغهم إن الشركة الرئيسية قررت تشتري الشركة دي وتخلي كل موظفين هيشتغلوا معاهم في الفرع الرئيسي وبعد ثواني بيجي المدير يتكلم معاهم بحزن وبيبلغهم نفس الخبر وبيخلي موظفة من الموظفات تدي لكل شخص عقد علشان يمضي هي إما بالموافقة أو بالرف فبتقرر نية ترفض تشتغل مع اليو علشان ما تتقهرش كل ما تشوفه مع خاطبته وبتفضل قاعدة حزينة فبتكلم جوجو تيجي تقعد معيها وبيفضله يشربه سوى لحد ما بتذكر على الآخر فبتقوم جوجو تخسل وشها وقبل ما ترجع بيبقى اليو ووصل لنية وبياخدها علشان يرجعها البيت ولما بيخرجه وبينزلها على الأرض وبتحاول تمشي علشان تثبت له إن هي فائقة فبيفتكر اليوم اللي راح جابها فيه من الحنة اللي اعترفته بإعجابها وسألها لو كانت معجبة بيه فعلا وبيفوق من ذكرياته على صوتها بعد ما صحيت فبيدلها العقدة تاني علشان توافق عليه ولما بترفض بيهددها إنه هيبعت لولدتها صورها وهي في الحنة فبتوافق غصب عنها وبتديله الحلقة علشان يرجعوا لخاطبته وبيفضل يوم استغرب لأن يون مجرد موظفة معاهم في الشركة مش أكتر وتين يوم بتستعد وبتروح لأول يوم شغل لها في الشركة الجديدة وبترحب بيها يون وبتتعمد تدايقها وتحرجها لإنها وصلة بدري عن معادها خمس دقايق بس مش خمستاشر دقيقة زي ما هي بتعمل فبيوصل ليو وبيقول لها إن هي مش جاية متأخر ولا حاجة وبيسيبها توقف مع الموظفين وبتفضل كل الموظفات تتكلم عن علاقته بيون وبيسمعهم ليو فبيتكلم مع مسؤولة العلاقات العامة قدامهم وبيطلب منها تجهز لورقة بأسايم الموظفين اللي هيتجوزه على مدار السنة علشان عايز يعمل لهم احتفال جماعي فبتسأله لو كان اسمه هو كمان هيتضاف للقايمة وبيمثل إنه مستغرب وبيسألها عن الشخص اللي بلغها إنه على علاقة بحد أو ما قرر يتجوز وبيقول قدام كل الموظفين إنه هو مش خاطب أصلا ولا فيه في حد في حياته وبيبقى متعمد يعمل كده بس علشان يثبت لينية إنه هو ويون ما فيش بينهم حاجة زي ما هي فكرة وبتحس إنها مبسوطة جدا وبعدها بتطلع مع بقية الموظفين علشان تشوف القسم اللي هتشتغل فيه وبتقابل جون رئيس قسم البيع واللي هتكون شغالة معاه وبعد ما اليوم بيخرص بترجع البيت وبتعود وهي مسكة المجلات اللي صور ليه وعليها وبتفضل بصالها بحب وهي مبسوطة من اللي بيعمله علشانها وفاجئة بيتلاقيه بيتصل بيها وبيطلب منها تبص من شباك المكتب وبتلاقيه واقف تحت في العربية بيبص عليها وبيبلغها إنه قرر يزود لها الشغل علشان تبقى مجغولة دايما في الشغل وما تعودش فاضية وبتبقى مبسوطة بسبب تحسن العلاقة بينهم وتاني يوم بتروح الشركة علشان تبدأ شغلها الجديد وبيتكلم معيهم جون عن المبيعات وإزاي نسبتها بتقل كل سنة عن التانية بس نهاية ما بتكونش مركزة معي قدما مركزة مع نسب رجوع المرتبطين لبعض بعد مخصالهم كتبت تراحت مننا خالص وبعد شوية بيروح لها جون يبلغها إن في عميل مستني جوه علشان يعرف عروض البيع وبيطلب منها هي اللي تتعامل معي وتقنعه يشتري من الشركة لإنه حالياً مشغول جداً وبتتوتر جداً وبتدخل للعميل وهي مسكة كل الملفات اللي ليها علاقة بالمنتج وبتوقعهم كلهم على الأرض من كتر الألق وبيمشي العميل من غير ما يعرف أي حجة عن عروض البيع لكن ليهو بيلحقه وبيقوله إن كل اللي هو عاوز يعرفه هيوصله عن طريق الإيميل بتاعه وبيطلب منه ييجي مرة تانية علشان يشوف بنفسه المنتجات وبترجع نية للمكتب وهي يأسة جداً من فشلها لكنها بتلاقي دفتر مكتوب فيه ملاحظات مهمة كتبها لها الياءو علشان تسهل عليها البيع والتعامل مع العملاء وكل حاجة تخص القسم اللي شغال فيه وبيفضل كل يوم يحط لها دفتر فيه معلومات أكتر وأكتر وبيقدر بشكل غير مباشر إنه يساعدها تكون خبرة عن القسم وبتقدر تدرس كل الملاحظات بشكل سليم وتشرح للعميل كل حاجة تخص المنتجات بتاعت الشركة وبيوافق يتعاقد معاهم فبتروح تحط الدفاتر على مكتب الياءو وبتكتبلوا عليها رسالة شكر وبيفرح الياءو جداً لما بيشوفها وبيلاقيها كمان جاية تعرض عليه يخرجوا يأكلوا مع بعض فبيوافق أعلى طول ولما بينزلوا يروحوا للمطعم بتقابل جوجو بالصدفة وبيبقى معاها صديق طفولتهم يونج وبيفضلوا لأربعة يبصوا البعض بعدها بيقرروا يروحوا كلهم على البيت يأكلوا هناك وبيفضل كل واحد يطلب من التاني يقوم يجهز الأكل بنفسه لحد ما بتقوم نية تجهزه علشان تخلص وبيفضل يونج يسأل ياءو عن علاقته بصديقته المقربة وبيبين ان محدش فيهم طيق التاني وبييجي وقت الغداء وبيقعودوا علشان يأكلوا لكن لياءو ويونج بيفضلوا يتنفسوا على مين فيهم هيحط الأكل لنية الأول وبيفضلوا يتخنقوا طول الوقت وبتبقى نية مش فهمة ووفي وبعد ما بيخلصوا أكل أو خناء بمعنى أصح بيقرروا يلعبوا لعبة مع بعضهم الأربعة وبيفضلوا طول الليل يلعبوها لحد ما بيتعبوا كلهم من كتر الصهر فبيطلب ليوم انية توصلوا للبيت وفعلا بترجعوا البيت وبيفضل بسصلها بحب وغضب وغيرة بسبب علاقتها مع يونج لكنه بيحاول يتمسك وبيدخل علشان يغير هدومه وبعد ما بيخرج بيقعودوا مع بعض علشان يتفرجوا على فيلم سوا وبيجيب لها الحلويات اللي بيحبها علشان تكل وهي بتتفرج وبتبقى نية مستغربة منه لأن اسلوبه تغير كتير عن زمان وبقى عارف معلومات أكتر عنها لكن الوضع بينهم بيكون متوتر جدا بسبب غيرتو عليها وزعلوا من اللي حصل وهم في البيت فبتحاول تشرح له انهم مجرد أصدقاء مش أكتر بس هو بيبقى مش مصدق كلامها فبتقوله انهم محتاجين يوضحوا الموضوع بينهم أكتر وبتقوم تجهز مشروب غريب وطعمه صعب جدا وبتملل كوبية بتاعته على الآخر وبعد كده بتقوله انهم بعد ما يخلصوا المشروب ده هيتعرفوا على بعض من جديد كأنهم أول مرة يتقابلوا خالص فبيشرب لياو المشروب كله على مرة واحدة برغم طعمه ولما بتمدلوا قديها علشان تسلم عليه بيمثل انه ما يعرفهاش ومش عايز يتعرف عليها فبتقوله انهم هيبقوا عارفين بعض عادي باستثناء انهم يرجعوا البعض ممكن يعملوا أي حاجة تانية فبيسألها لو كان ينفع تبقى حبيبته آه كده معقولة شوية آه وفي اليوم اللي بعده بتكلم جوجو علشان تحكيلها اللي حصل وهي مبسوطة فبتسألها جوجو عن ردها عليه وبتقول لها انها طلبت منه وقت تفكر فيه وبتكون مش مصدقة انها ممكن ترجع ترتبط بحبيبها القديم تاني وبيبقى اليو عمل لهم اجتماع مهم جدا وكل الموظفين مركزين في المعلومات اللي هو بيقولها اللي بتفضل مركزة في جمال اليو وهو واقف يتكلم لدرجة انها ما بتكونش سامعة اصلا هو بيقول ايه وبتكتشف في اخر الاجتماع انه عينها فردة من المشروع الجديد اللي الشركة هتعمله وبتفضل نية تفكر في السبب اللي هو عينها علشانه وبتبقى حاسة انه عمل كده بس علشان بيحبها بس اليو بيقابلها بالصدفة وبيتمنها ان اخترها علشان شغلها كويس ومتأكد انها هتقدر تنفزه بالشكل المطلوب وفي نص اليوم بتبقى عايزة تشوفه فبتمشي من المكان اللي هو واقف فيه وبتفضل مركزة معي لحد ما بتتخبط في الحيطان اللي قدامها قدام كل الموظفين وبتقى على الارض من كتر الاحراب كأنها فقد الوعي فبيروح ليو يدخلها مكتبه بيقولها انها لما تحب تشوفه تيجي مكتبه بعد كده مش لازم تخبط في الحيطان يعني وبتفضل صهرانة في المكتب بعد شغلها علشان تخلص اللي وراها لحد ما صديقتها بتفكرها بحفلة وداع المدير هو قبل ما يسافر فبتخلص شغل بسرعة وبيتحركوا علشان يلحقوا وبيكتشفوا ان اغلب الموظفين ما حضروش حفل الوداع وبيبان علىهو الحزن لكنه بيحاول يتعامل بطبعته حتى بعد ما بيكتشف ان هان حبيبته القديمة ارتبطت بموظف من موظفين الشركة ومشيت بمجرد ما الحفلة بدأت وما تبقاش غرنية وصداقتها بس معي فبيدي لكل واحدة فيهم هداية يفتكروا بيها وبيتصوروا صورة مع بعض علشان تكون ذكرى جميلة ليهم وبعد ما الحفلة بتخلص بيخرجوا علشان يمشوا وبتلاقي إليا وواقف مستنيها برا فبتروح تمشي معي وبيفضلوا يتكلموا عنهو فبيقول لها انه قال عليها كلام حلو جدا لما قابله وكان متأكد انها زكية وموهوبة جدا في شغلها علشان كده بلغوا انها رفضت توقع على العقب وبتحس ان هي بالامتنان لهو على اهتمامه وتشجيعه لها دايما حتى بعد ما خسر شركته وقرر يسافر وبتروح تاني يوم للشركة وهي كلها نشاط وحيوية بتمثل الحب عليهم علشان مصالحها الشخصية مش اكتر فبتقرر تصورهم مع بعض وتخلي الصور معيها بس على حظها بيكتشف تشينجي انها صورتهم ويروح لها علشان ياخد منها الصور لكن نية بتنكر ان معاها حاجة وقبل ما تشينجي يكبرها تطلع موبايلها بيوصل ليه وبيطلب منها تروح على شغلها ولما بتدخل المكتب بتلاقي موظفة من الشركة بتنادي عليها وبتحذرها تقرب من تشينجي او حتى تتعامل معاه لانه شخص وحش جدا وبتبقى نية مش فاهمة سبب تحذيرتها وحاسة ان هي خايفة من حاجة لكن البنت بتكتفي باللي قالته وبتمشي بسرعة وبعدها بتكتشف ان تشينجي طلب من قسم المشتريات يرفض دفعة البضايع اللي هي امرت بيها فبتروح علشان تفهم منه سبب الرفض وبتقولوا ان البضايع دي مختلفة عن بضايع شركتهم القديمة واللي اتنين مش نفس الشركة زي ما هو فاكر وبتلاحظ ان اسدوكه غريب وانه بيحاول يتقرب منها فبتسيبه وبتخرج بسرعة علشان تشوف حد يساعدها في المشكلة اللي عندها دي لكن كل الموظفين بيرفضوا يتدخلوا في الموضوع بسبب خوفهم من تشينجي وبتبقى مش عارفة تعمل ايه علشان تحل المشكلة دي وبيقابلها منقذها الياو واللي بيبقى عارف اصلا انها واقعة في مشكلة وبياخد منها الملف علشان يخلي مساعده يفحصه ويتأكد منه وفي نفس الوقت بييجي اتصال لتشينجي بيبلغوا ان دي او طلب من مساعده يروح يتأكد من الملف اللي مع نيه فبيقرر يكلمها بعد ما تخلص شغل وبيطلب منها ترجع تاني الشركة لانه محتاج منها مساعدة مهمة وشوية معلومات اكتر عن الملف اللي معيها فبترجع نيه وهي مستغربة من طلبه وبتقعد علشان تفهم منه هو عايز ايه لكنه بيقول لها ان جهاز الكمبيوتر بتاعه بايز ومحتاج منها تروح تبص عليه وبتقوم علشان تشوف الجهاز ميلو وبتتفاجئ بيه جاي من وراها وبيحاول يتقرب منها ويعتدي عليها والحسن الحظ بيوصل ليه في الوقت المناسب وبيبعدوا عنها بسرعة وبعدها بياخدها وبيمشي علشان يهديها وبيطلب منها بعد كده تبلغوا دايما بكل حاجة وتسمع كلامه ومال انت عرفت منين انها في خطار المهم ان بعد يوم طويل وصعبة جدا علنية بترجع للبيت بتفضل تخسل ايديها والشاه وهي متضايقة وخايفة من اللي حصل وبتفضل تعاية طول الليل من كتر الخوف لحد ما بيتصل بيها اليوم وبيفضل معيها لحد ما بتقدر تنام وفي اليوم اللي بعده بتلاقي المدير جون بيبلغها ان فيه طلبية لازم تطلبها للشركة وبيقول لها ان هان هتبقى معيها علشان يراجعوا عليها ويسلموها سوا وبتبدأ انها تراجع المعلومات مع هان واللي الاول مرة بتبقى هادية وبتخلص المطلوب منها بسرعة غريبة وملفتة ولما بتخلص هان شغلها بتنزل علشان تمشي وبتكتشف ان الكمية اللي جات ضعفة الكمية اللي هم طلبوها بمراحل كبيرة جدا وبتطلع بسرعة علشان تبلغ المدير واللي لما بيسأل هان عن مراجعتها بتقوله انها سألت نية وقالت لها ان دي الكمية المطلوبة وان الغلط كله عليها هي لانها مركزتش وبتحس نية انها بوزت الشغل كله فبيروح ليه ويهون عليها ولما بتقوله ان هي غلطانة ومش عايزا يعدي الموضوع بسهولة بيقولها ان هم اصلا بيتناقشوا في طريقة العقاب اللي هتتعاقب بيها هي وبقية فريقها وبيفهمها ان قبل ما الطلبية توصل لازم كل ادارة تراجع العدد والكمية وكل التفاصيل بشكل مناسب فبتفهم انهم كانوا قصدين يوقعوها وان دي مؤامر عليها وتاني يوم بيتجمعوا في المكتب وبيطلبوا هان ولما بتوصل بيواجهوها بالمكالمة اللي تسجلت لها وهي بتأكد على مسؤولين المخاذن الكمية اللي جات ولما بتحاول تنكر بتطلع عنها الصورة اللي معيها فبتقعد هان بكل هدوء وبتقولهم ان محدش يقدر يئذيها ولا يعمل لها حاجة فبيقرروا يدوروا وراء تشينجي علشان يعرفوا التريع وباللي كان بيعملوا في الشركة وبيكتشفوا انه كان بيسرق من الخزنة مبالغ كبيرة جدا ده غير انها بتعرف من الموظفة اللي حذرتها منه انه حاول يعتدي عليها وبعت لها رسائل تهديد كتير جدا وهي ما كانتش قادرة تعمل حاجة فبيتقرر انها تهتم بالموضوع وتجيب حقها وحق كل البنات اللي تشينجي اعتدى عليهم ودايقهم وبعد فترة بتعمل الشركة اجتماع بيجمع كل رؤساء الشركة علشان يتكلموا في الموضوع ويجازوا تشينجي على اللي عمله لكنهم بيقولوا للياو انه ما عندوش دليل ملموس على اللي بيقولوا وبيقرروا يأجلوا الاجتماع لوقت تاني وبتستدع عيون هان وبتطلب منها ما تقولش اللي حصل لحد ولا تكبر الموضوع علشان سمعت الشركة وسمعت تشينجي لانها لسه موظفة مبتدأ ومحدش هيصدقها اصلا وهتضر بيهم فبتقول لها ان هي هتجيب حقها بنفسها وبتمشي وهي متعصبة جدا من الظلم اللي بتتعرض له مع انها على حق وبتقرر تطلع في بس مباشر وتحكي للمتابعين عن اللي تشينجي عمله وبيبقى فيه تفاعل كبير جدا مع كلامها وبعد ما بتخلص بتخرج تتمشل وحدها وبتبقى مش مركزة في الطريق من كتر التفكير وبتبقى فيه عربية جاية بكل سرعتها اتجاهها لكن لياو بيظهر من العدم وبينقذها في الوقت المناسب نفس عارف هو بيعرف مكانها ازاي والله ما علينا وبعد ما اتطمنوا على بعض بيرجعوا بسرعة للبيت لانهم سايبين جوجو لوحدها وبيلاقوا البيت كله ضلمة وجوجو مستخباه من كتر الخوف وبتعرف ان فيه شخص دخل البيت وقطع الاسلاك وهم مش موجودين ومشي اول محس انهم رجعوا فبتحاول نيا تهديها وبيقرروا هما الاثنين يباتوا في مكان غير ده مؤقتا لحد ما يكون الوضع آمن وبييجي الجوجو اتصال فبتسيب نيا مع لياو وبتخرج وبيكون لياو مصاب من الوقع اللي وقعها من شوية فبتحاول نيا تعالي الجرح وبعدها بتطلب عربية علشان توصله للبيت ولما بيوصله بيطلب منها تبات معاه النهار ده وتخلي بالها منه بما انها كانت السبب في انه يقع وبتوافق لانها حاسة بالزم وبتفضل قعدة معي وبيتكلمه في اللي حصل وبيكونوا متأكدين ان تشينجي ليه علاقة باللي حصل وبتبقى خايفة على لياو وعلاقته مع الشركات التانية بسبب اللي عملته لكنه بيطمنها وبيقولها انه لو تخلص من تشينجي هيتخلص من اي تهديد ليه في المستقبل وبييجي معايد النوم فبتسأله هي هتنام فين ولما بتعرف انها هتنام في قطة وهو هينام بره بتحس بالزمد فبيقترح عليها هينام وهم الاتنين سواء فبتقوله تصبح على خير وبتدخل القوضة وبتسيبوا ينام بره الواحدة عادي ويتين يوم بيعرفوا انهم قبضوا على تشينجي خلاص وهيتحاكم على كل اللي عملوا من اختلاص واعتداء على موظفات بسبب البس اللي عملته نية والقبلة اللي معاياو وبيرتاحوا انهم اتخلصوا منه اخيرا وبيرجعوا للشركة وهم متطمنين وبتعدي نية بالصدفة من جنب مكتب ليهو وبتحس بيون وهي بتتكلم معي وبتسمع يون وهي بتتكلم معي وبتقوله انه لازم يتخلى عنها لانه رؤساء المشروع مركزين معيها وممكن يوقفوه علشان هي فردة منه وده عكس اللي هم عايزينه لكن ليهو بيرفض يتخلى عنها وبيقولها انه عارف هو بيعمل اي كويس وبيشوفها مساعده وبيوقف يتكلم معيها فبتخرج يون على صوتهم وبتقولها تفكر في الكلام اللي سمعته كويس وما تضيعش حلم ليهو علشان هي من ضمن الفريق فبيخرج ليهو يسكتها وبيروح وراني المكتب وبيطمنها انه عارف بيعمل اي كويس وانه مستحيل يتخلى عنها وبيطلب منها تصق فيه بس نيه بتفضل حاسة بالزنب وبتفكر تتخلى عنه علشان ما تقذيهوش او هو اللي يتخلى عنها لكن جوجو بتقول لها انها مش هتسمح لها تقذيه للمرة التانية وتمشي من غير ما تسمعه او حتى تفهم هو عايز ايه وبتطلب منها لمرة واحدة تواجهه وتبعد عن كبرياءها وغرورها اللي ممكن يخصرها حبيبها للأبد فبتقرر لأول مرة تسمع بنصيحة صاحبتها وبتروح تواجه يون وبتقول لها ان هي ولياو بيحبوا بعض جدا من زمان وبتطلب منها ما تحاولش تتقرب من حبيبها تاني وبتقول لها ان هو الوحيد اللي يقدر يقرر هي هتبقى معاهم في الفريق ولا لا ده جير ان هي حتى لو ما كانتش موجودة جنبه دلوقتي ما كانش هيفكر يرتبط بيها برضو فبتسألها يون لو ما كانتش خايفة ترفدها ساعتها بيدخل لياو وبيقول لها ان ما عندهاش السلطة الكافية علشان تعمل كده اساسا وبياخد نية من ايديها وبيمشو وبيقرر يرجعوا للبيت علشان يكلوا سوا ولما بيوصلوا بتلاقيه مجهز كل حاجة في البيت لوجودها كأنه قرر من نفسه انها هتعيش معاه خلاص ولما بيقوم يحضر لها الغداء بتبعت لصديقها الخفي رسائل تعتذلوا فيها انها مش هتقدر تتواصل معاه تاني وبتلاحظ ان الموبايل اليوم بيفتح كل ما هي تبعت رسالة ولما بتمسكه بتكتشف انه هو اصلا صديقها الخفي فبتقعد تكل معاه وهي بصله بكل حب وبتشكره على دعمه ليها وبتنديره باسم المزيف فبيفهم انها عرفة الحقيقة وبتمثل انها متضايق انه خب عليها الحقيقة لكنها بتعمل كده علشان تطلب منه يمثل دور الصديق الخفي ويعمل انه طفله صغير ومراهق ولما بيرفض يعمل لها اللي هي عايزه بتهدده انها هترجع البيت فبيمسك ايديها قبل ما تخرج وبيوافق على طلبها علشان تفضل معي وبيفضله طول الليل يمثله سوا وبيبقوا مبسوطين جدا انهم اخيرا رجعوا مع بعض تاني وفي اليوم اللي بعده بتقرر انهم هيلبسوا هدوم المدرسة بتاعتهم وبتاخدوا للمكان اللي فكرت فيه انها هتنفصل عنه وتنهي كل اللي بينهم وابتعترف له انها سابته زمان علشان خافت انه يتخلى عنها لما يسافر وتبقى وحيدة فقررت تخلي كبريئها هو اللي يتحكم فيها بدل ما تصق فيه وتبقى معاه وبيقطعهم اتصال من والدة ليو عشان تطمن عليهم فبيقول لها انه دلوقتي مع حبيبته وبتبصوا لنا هي باستغرابه وبتقوله انها مش هتبقى حبيبته بالسهولة دي وانها لسه بتتكلم في سبب الانفصل بينهم فبيبص لها وبيقول لولدته انه مع زوجته المستقبلية اهي كده معقولة شوي اه وفي اخر المسلسل بيحضنه وبيقول لها انه مش هيسمح لها تتخلى عنه تاني مهما حصل وبيخلص المسلسل على كده اشوفكم بقى في ملخص جديد سلام